السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرع سلسلة تم الإعلان عنها السنة دي كانت سلسلة رينو من ثلاث شهور بس تم الإعلان عن الرينو سري ودلوقتي بيتم الإعلان عن الرينو فور والرينو فور برو والأوبو وواتش أنا عارف إن فيه دايماً اعتراض أو لما أوبو بتعلن عن تليفون جديد دايماً بيبصوا للشركة على إنها المفروض إنها تنزل التليفونات بسعر قليل والشركة بتسعروا بالتسعير اللي هي شايفة حجمها فيه والنقطة دي هتفضل نقطة خلافية ما بين الناس اللي بتشوف التليفون وما بين الشركة ولكن اللي بيشتري التليفون هو اللي بيكون صاحب الرأي الأقوى لإنه هو اللي بإيده ينجح البراند أو يفشله على العموم تصميم الرينو الجديد اللي تم الإعلان عنه النهاردة ما اختلفش كتير وإنما دخل في الترند بتاع حجم الكاميرات الكبير الكاميرات أصبحت موجودة جوه مستطيل كبير وشكل الكاميرات كمان فيهم تناسق إن هم حجم الإطار بتاع الكاميرا كبير ومتساوي بالتلات كاميرات بالرغم إن العدسة بتاعة الكاميرا نفسها مختلفة طبعا الظهر معمول من البلاستيك علشان يبقى وزن التليفون خفيف ويتحمل الوقعات ولون الظهر السماوي متدرج وما بيظهرش عليه البصمات مع الاستخدام شاشة أموليد 6 و4 من 10 بوصة بدقة Full HD Plus 2400 في 1080 بيكسل محفور فيها كاميرتين سيلفي فوق على الشمال لكن الكاميرتين دول حجمهم صغير قوي والشريط اللي حوالين الكاميرتين أصغر من المعتاد لدرجة تخليك بالكاد إن انت شايفهم وطبعا لإنها شاشة أموليد فالبصمة موجودة تحت الشاشة احنا ما شفناش فيه أي بصمة في الضهر وكالعادة من أفضل مستشعرات البصمة في تليفون فئة متوسطة سواء في السرعة أو في الاستجابة السماعة الخارجية بتاعة التليفون ده موجودة تحت ناحية اليمين مكانها كويس وفي نفس الوقت الصوب بتاعها عالي قوي لأول وهلة أول ما بدأت إن أنا استخدم التليفون حسيت إن هم سماعتين استيريو لكنها هي سماعة واحدة فقط اللي موجودة تحت ناحية اليمين ويمكن الدول بأتموس مدي للسماعة دي فخامة وجودة بيخليك تسمع الصوت بنقاء كويس أوبو حطت في التليفونات معالج اللي بيرضي محبي أجهزة سناب دراجون ولكن للأسف هم برضو مش راضين يعني لما تحط لهم معالج سناب دراجون يقولك لا إحنا عايزين دايما الأحدث وأكيد طموح أي حد عايزي اشتري تليفون إنه هو يحصل على أعلى فئة موجودة في المعالج أو في أي إمكانيات موجودة في التليفون بتاعه المعالج اللي موجود في التليفون ده هو سناب دراجون 720G الموجه للألعاب أو المخصص للألعاب وطبعا مفيش فيه 5G الناس كانت تتمنى ينزل المعالج اللي بيدعم 5G في مصر ولكن احنا لازال لحد دلوقتي مفيش عندنا 5G وبالتالي في بعض الشركات بتقول أوفر ثمن المعالج ونزل معالج قديم لإن كده كده ما بيبقاش موجود في مصر 5G ولكن مفيش شك إن احنا محتاجين المعالج مش بس علشان 5G ولكن علشان الأداء بتاعه اللي تطور وأصبح أقوى واجهة أوبو بتطور بسرعة لازال التليفون على أندرويد 10 طبعا لسه 11 منزلش ويعني بدأ الموضوع التجريبي يتم على واجهات كتير قوي الواجهة بتاعة أوبو هنا ColorOS 7.2 في حاجتين جوداد لاحظتهم إن تم إضافتهم جوداد في الواجهة هنا ومش عارف إذا كانوا مهمين ولا لأ يعني إيه الكلام دوت يعني تقدر عن طريق تفعيل الحاجات ديت إن إنت مثلا لو حد اتصل بيك وإنت ماسك التليفون ومكسل إنك تدوس على زرار التليفون أو تلمس الشاشة بتاعت التليفون تقدر تسحب بأيديك لفوق علشان يتم الرد على المكالمة أو لو إنت بتستخدم واحد من البرامج المدعومة إما يوتيوب أو إنستجرام أو فيسبوك إن إنت تعمل سكرول بإيدك بحيث إن الشاشة تبدأ إنها تنزل لتحت من غير ما تتعب إيدك وتلمس الشاشة هل هي ميزة كويسة ولا لأ؟ الله أعلم ما عرفش إذا كان حد ممكن إنه يستفيد منها ولا لأ ولكن كل فترة أوبو بتحاول إنها تسهل وتضيف مجموعة من الجستجرز بحيث إنها تسهل الأمر أكتر أو تطور في الوجهة بتاعتها أكتر نيجي بقى للنقطة اللي دايما أوبو بتحاول إن هي تتفوق فيها ألا وهي نقطة الكاميرات التليفون هنا فيه أربع كاميرات خلفية وكاميرتين سيلفي الأربع كاميرات الخلفية الرئيسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.7 والألترا وايد 8 ميجا بيكسل وكاميرتين 2 ميجا بيكسل واحدة ماكرو والتانية لقياس العمر في نقطة بس محيراني مش عارف ليه أوبو حطت الكاميرا الماكرو علشان توصلها بتوصلها بصعوبة للي ما يعرفش فين هي مكانها لازم تروح على مور وبعد كده تختار اكسبرت وبعدين فوق حتلاقي فيه آيكون كده شكل شجرتين لو ضغطت عليهم حتختار ما بين الوضع العادي للكاميرا ووضع الماكرو وبعد كده تختار الماكرو بقى وتبدأ تصور فاللي ما يعرفش النقطة دي بيتوه قوي مش عارف ليه ما تخرجوا الماكرو برا تخلوها في الواجهة بتاعة برنامج الكاميرا أعتقد الأمر ده حيكون أسر بعيدا عن النقطة دي تخليونا نتكلم على أداء الكاميرا أداء الكاميرا السيلفي في ضوء الشمس رهيب مهما كانت ضوء قوي معالجة الصورة بتحولها لشكل جميل وألوان زهية الأداء نفسه في معالجة الصورة حلو جدا لكن أداء الصورة بشكل عام تحس إن هي ملعوب فيها قوي ومتغير فيها قوي فتخليك في ضوء الشمس مش قادر تتميز هل الصورة طلع حلوة ولا التعديل مبالغ فيه قوي يمكن لما صورت جوه مكان مغلق شوية بس النور فيه أقوى واضح إن أداء الكاميرا الأمامية مش بالقوة اللي إحنا كنا متعودين عليه أما بالنسبة للبورتري فهو أداءه سيء جدا في ضوء الشمس ومنصحكش أبدا إن أنت تاخد صور بورتري في ضوء قوي لأن الخلفية في ظهرك زي ما أنتوا شايفين في الصورة كده حيبقى شكلها يعني مبوز الصورة للأسف بالليل بقى ظهر إن الكاميرا الأداء بتاعها عادي أو يمكن أقل من العادي اللي إحنا متوقعينه دايما من الكاميرات السيلفي بتاعة أوبو اللي كانت يوما ما الشعار بتاعها سيلفي أكسبرت أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فنفس الكلام في معالجة الصورة والألوان والديناميك رينج حتشوف صور جميلة جدا الألوان بتاعتها زاهية قوي وفي نفس الوقت ألوان تحب عينك إنها تتفرج عليها السماء ووقت الضوء وأشعة الشمس لما بيكون قوية بتلاقي معالجة الصورة نفسها بتزبط لك الألوان بتاعت الصورة فتحب دايما إنك تاخد صور في أماكن مفتوحة وهنا الأمر بيختلف عن الكاميرا السيلفي لأن بالليل التصوير أفضل كتير من الكاميرا السيلفي وبيطلع صور التفاصيل بتاعتها أحسن كتير أعودة مرة تانية للتصوير الفيديو علشان نجرب الموبايلات والأداء بتاعها معي النهاردة رينو فور وديه فيديو سريع كده علشان نشوف السبات نسمع صوت المايك وفي نفس الوقت نشوف جودة التصوير في زوايا المختلفة وخصوصا مع ضوء الشمس الأخبار إيه فدي كده تجربة بالكاميرا الأمامية تعالوا ننتقل للكاميرا الخلفية دي كده الكاميرا الخلفية علشان نشوف الأداء بتاعت التصوير وفي نفس الوقت نقرب من الورد الجميل ده نشوف الفوكس وبعد كده نتحرك علشان نشوف السبات وفي نفس الوقت نسمع صوت المايك ناخد لفة كده مع الزوايا بتاعت الضوء عشان ضوء الشمس ونكمل ماشي البطارية اللي موجودة في رينو فور قلت حاجة بسيطة جدا عن الرينو سري كانت 4025 ميلي أمبير في الرينو سري دلوقتي أصبحت 4015 ميلي أمبير فرق طفيف آه ولكن لازال بنفس الشاحن 30 واط اللي هو الشاحن الفوك فور وده بيشحن البطارية تقريبا في حوالي ساعة وربع هنا انتهى كلامنا عن الأوبور رينو فور تعالوا بسرعة كده نقول إيه اللي انت هتاخده لو دفعت من ألف ونص لألفين جنيه زيادة علشان تشتري الرينو فور برو أول حاجة وهي الحاجة اللي ظهرة وممكن تعجب ناس وممكن ما تعجبش ناس يعني دي نقطة جزرية في ان انت تشتري تريفون أو لأ ان الشاشة بتاعت الرينو فور برو ايج يعني ايه يعني الأطراف بتاعتها منحنية وده بيبقى ريخم قوي عند ناس لأنها ما بتعرفش تركب سكرين بروتكتور ولا بتعرف تركب جرابات تحمي الشاشة دي لو وقعت لأن الأطراف المنحنية دي محتاجة انك تحافظ على التليفون بتاعك بشكل أكبر وكمان حجم الشاشة زيادة حاجة بسيطة طبعا لأنها ايج فحجم الشاشة هنا 6.5 بوصة وفي الرينو فور 6.4 من 10 بوصة النقطة التانية وبردو دي نقطة مهمة ان الزاكرة هي الضعف الزاكرة اللي في البرو 256 جيجا بينما اللي فرينو فور 128 جيجا بس البطارية كمان أقل بس أقل حاجة بسيطة جدا 4000 ميلي أمبير بدل 4015 ميلي أمبير الـ 15 ميلي أمبير دول أكيد مش هعملوا حاجة إنما الشحن السريع اللي موجود مع النسخة البرو يعتبر هو الأفضل شيء لأن انت تقريبا هتشحن التليفون بالكامل في 37 دقيقة من صفر لمية في المية لأن الشحن اللي بيجي مع التليفون 65 واط فبيشحن بسرعة مهولة فهما دول تقريبا أهم الاختلافات ما بين الاتنين نختم بسرعة كده بالساعة اللي أوبو أعلنت عنها يمكن أنا عملت فيديو كامل عن النسخة الكبيرة اللي هي الـ 46 ميلي وممكن تشوفوه من الآي اللي حتظهر فوق أو حسبهلكم في صندوق الوصف الساعة أوبو أعلنت عن نسختين ولكن برا نسخة 46 ميلي دي حجمها كبير ونسخة 41 ميلي دي حجمها صغير اللي نزلت مصر الرسمي الـ 41 ميلي وقالوا إن الـ 46 ميلي مش هتنزل مصر إيه الفرق ما بينهم؟ مفيش أي فرق غير حجم الساعة وحجم الشاشة طبعا وأكيد حجم البطارية لكن كل الخواص اللي أنا شرحتها في الفيديو السابق هي هي ردا بقى على مجموعة من الأسئلة اللي وصلتني في الفيديو اللي فات الساعة بتدعم اللغة العربية قراءة وكتابة ولكن لا تدعم اللغة العربية في القوائم دورت على اللغة العربية علشان تبقى الوجهة باللغة العربية ولكن للأسف ملقتهاش لاحظت بس شوية سخونة في الساعة مع الاستخدام لفترة طويلة وفي نفس الوقت لازالت مشكلة إن البطارية بتحتاج إنها تتشحن كل يوم هي أول أو أكتر حاجة تقرق أي حد إن هو بيشتري ساعة لأن كل يوم إنت مضطر إن إنت تشحنها دي كانت كل حاجة عن أجهزة أوبو اللي تم الإعلان عنها النهاردة رينو فور، رينو فور برو، وأوبو ووتش الـ 41 ميلي هتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم مشكوركم وشوفكم في فيديوهات تانية في أمان الله موسيقى